يشهد مسار العلاقات المصرية القطرية تقدماً ملموساً خلال الفترة الأخيرة بشكل إيجابي ويمضي بالعلاقة بين البلدين إلى كافة المستويات ويعكس نوايا صادقة ومتبادلة بينهما وفي إطار التشاور إزاء القضايا التي تواجه البلدين أجرى أمير قطر تميم بن حمد الثاني زيارة إلى مصر في يونيو الماضي استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم ملموس في مسار العلاقات المصرية القطرية خلال الأوينة الأخيرة ووتيرة إيجابية تمضي بها العلاقات على المستويات كافة تعكس نوايا صادقة ومتبادلة وفي إطار التشاور المستمر إزاء القضايا التي تواجه كل من القاهرة والدوحة قام الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر بزيارة مصر في يونيو الماضي استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة قدم خلالها أمير دولة قطر التهنئة لمصر قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو معربا أيضا عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا خاصة في ظل دورها المحوري في خدمة القضايا العربية وكذلك السياسة الحكيمة التي تتبعها مصر بقيادة الرئيس السيسي على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية لقاء الرئيس السيسي بالأمير تميم لم يكن الأول فقد سبقه عدة لقاءات كان أولها استقبال الرئيس السيسي لأمير قطر بشرم الشيخ خلال عام 2015 وذلك لحضور القمة العربية السادسة والعشرين كما التقى الرئيس السيسي في نوفمبر 2021 بأمير قطر على هامش قمة الأمم المتحدة للتغير المناخي في جالاسكو وفي أغسطس من نفس العام التقى أيضا الرئيس السيسي في العاصمة العراقية بغداد بالأمير تميم على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ولتعزيز التباحث بين البلدين حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وجه أمير قطر الدعوة للرئيس السيسي لزيارة الدوحة وذلك خلال رسالة سلمها وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني للرئيس السيسي في مايو 2021 طبيعة العلاقات بين مصر ودولة قطر تستند إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين وقد حرصت الدولتان على أن تكون هذه العلاقات مبنية على التقدير والاحترام المتبادل لما تمثله القاهرة والدوحة من قيمة ومكانة هامة في محيطيهما العربي والإقليمي